موسيقى متابعيني الكرام أهلا ومرحبا بيكم من جديد النهاردة هكلمكم في موضوع مهم جدا يخص الأشخاص اللي عاملين تركيبات متحركة كاملة وتركيبات متحركة جزئية ناس كتير أول ما بتركب طقم الأسنان تقول يا طرى أنا ليه مش مرتاح في طقم الأسنان يا طرى ليه طقم الأسنان واسع هل أنا من ضمن الأشخاص اللي طقم الأسنان بيفشل معاهم هل في فعلا ناس ما تصلحش إن هي تركب طقم أسنان تعالوا نتعرف على الأشخاص أو مين اللي بيفشل معاهم طقم الأسنان وطقم الأسنان أو تركيبة الأسنان المتحركة بنسبة لهم كانت اختيار خاطئ أول حاجة الناس اللي كانت عندها انفكشن في السوكت يعني بعد خلع الأسنان حصل إنما كان الجرح اتلوث وحصل سنخ جاف والموضوع مش اتعالج والدنيا بقت كويسة والعظم التأم وبنى عظم قوي لا الناس دي بيبقى في بعض الناس بيتطور معاهم ويحصل موت في خلايا عظام الفك يعني بيحصل نيكروزز أو عظم الفك بيتعفن ويبتجي يقع ويتكسر ويسود زي طرف الإيد لما بيحصل له إن إحنا بنحبس عنه الدم ويحصل له غرغرينا فالطرف ده خلاص أو الطرف ده بيبقى خلاص ميت انتهى سود نفس الكلام ممكن يحصل للأسف من مضاعفات السنخ الجاف فالعظم ده خلاص ده عظم متعفن ميت لا يصلح إنه هو يتحط عليه طبعا طقم أسنان ده احنا بنشيل العظم وبننظف ونشوف إيه اللي تبقى من الفك وبنحاول نعمل ترميم للفك بعد كده ففي المرحلة ديت هو غير صالح إنه يركب طقم أسنان تاني حاجة الناس اللي عندها ألرجي أو الناس اللي عندها حساسية من طقم الأسنان أو من خامة طقم الأسنان في بعض الناس بيبقى عندها حساسية من الأكريلي كريزن اللي هو البلاستيك العاجي اللي بتعمل منه طقم الأسنان وفي بعض الناس عندها حساسية من القاعدة المعدنية اللي هو الكوبالت كروم اللي بتعمل منه طقم الأسنان أو التركيبة المعدنية وفي ناس عندها حساسية من النيلون اللي بيدخل في تصنيع طقم الأسنان المطاطي المرن وللأسف مش دي المشكلة لو المشكلة إن حد عنده حساسية من نوع هيحول على النوع التاني المشكلة للأسف إن في بعض الناس بيبقى عندهم حساسية من الثلاث أنواع يعني يبقى عنده حساسية من الأكريل كريزن ومن النيلون ومن المعدن يعني هو مش مستحمل أي حاجة جسم دخيل في بقه وبيحصل له أعراض الحساسية من انتفاخ في اللسان انتفاخ في الشفيف ارتفاع في درجة الحرارة احمرار في الفم خنقى في الزور هبوط شديد في ضغط الدم حاجات كتير من أعراض الحساسية وطبعا كلنا عارفين الحساسية دي حالة طرقة وخطر ممكن تؤدي للوفاة فبالنسبة لهم مش هيبقى طقم الأسنان هو الاختيار الأمثل إلى أن يتعالجوا من الحساسية أو يعملوا شرفت لأي حاجة أو option تاني غير طقم الأسنان كمان الناس اللي عندها سرطانات في المنطقة العلوية من الجسم خاصة المنطقة القريبة من الفم زي سرطان الغدة الدرقية سرطان الفك سرطان الثادي وبياخدوا جرعات علاج كيميائي عالية جدا في المنطقة دي لدرجة أنها أثرت على العظم الفك ومش لقيين عظم فك نمسك عليه الطقم وأي عظم هنحطه أو أي عظم صناعي برضو ربما يتأثر التقامه بسبب العلاج الكيميائي الشديد في المراحل المتأخرة من السرطانات فطبعا مش كل مرضى السرطان ما ينفعش يركبه طقم لأ أكيد ينفع لبعض الناس ولكن أنا بتكلم على الحالات السرطانات المتأخرة اللي بياخدوا علاج كيميائي بجرعات عالية كمان الناس اللي كانت بتعاني من أكياس أو سس أو خراريج على طول في الفك دايما تبقى بتشيل سس أو أكياس وربما أكياس سرطانية من الفك فالفك أصبح مفرغ جدا كله فراغ وكله مطرح إزالة مكان إزالة الأكياس أو الخراريج أو العمل الكحت أو الكوريتاج بيبقى الفك ضعيف جدا وهش جدا ربما يحتاج لعلاجات وتأهيل أو زراعة عظام قبل أخذ قرار عمل طقم كامل أو تركيبة متحركة جزئية كمان الناس اللي بتعاني من تآكل شديد في عظام الفك ولم يسيطر عليه يعني ما سيطروش عليه يعني ناس عندها مثلا السكر والسكر غير مسيطر عليه وعمال الفك يتآكل ومفيش أمل إن الشخص اللي قدامي دوت يزبط السكر أو يوقف تآكل العظام ومشبه ما عندوش عظام علشان الطقم يرسي عليه أو يمسك فيه يبقى في الحالة دي هقدر أقول إن الطقم معاه هيبقى فاشل بنسبة كبيرة كمان الأشخاص اللي بيعانوا من هشاشة عظام نقص حاد في فيتامين دي نقص حاد في الكالسيوم وغير مسيطر على النسب يعني على طول التحاليل بتاعتهم مش متزبطة على طول العظام الفك فيه تآكل على طول مهملين في الصحة طب بالتالي بعد كده هلاقي أنا إيه يمسك عليه طقم الأسنان فبالتالي بيفشل طقم الأسنان ومش بيكون الاختيار الأمثل للأشخاص ديت كمان في بعض الناس بتبقى عندهم إعاقات معينة أو بتجيلها مثلا نوبات صرع شديدة جدا وبالصدفة كل ما يروح لطبيب الأسنان تجيله نوبة الصرع مش عارف أخذ المقاسات كطبيب أسنان للمريض دوت أو المريض مثلا عنده شلل بقه مش بيتفتح تماما أو عنده لك عنده مشاكل عنده مشاكل نفسية أو مريض عقلي غير متعاون يعني المريض غير متعاون إما نفسيا إما مريض جسديا أو عنده إعاقة تعيقه تماما من إنه يقعد على كرسي الأسنان أو نخد له مقاسات أو الفم ما بيتفتحش أصلا فطبعا غير مؤهل إن احنا نعمله طقم أسنان كمان الناس اللي بيبقى عندها مشاكل وراثية أو أو عندها عيوب خلقية بيبقى في بعض الناس عندها للأسف أجزاء من الفك غير موجودة أو عظام الفك مش موجودة أو مش متخلقة أصلا فبالتالي بيبقى فيه جزء كبير من عظم الفك مش موجود بالكامل فبيبقوا غير مؤهلين طبعا إن احنا نعمل لهم طقم أسنان أو تركيبات متحركة جزئية إلا بعد فترة التأهيل ومحاولة زراعة عظام إذا زراعة عظام صناعية إما زراعة عظام طبيعية بتتخذ أجزاء عظم من أماكن متفرقة من الجسم زي عظمة الفخد أو عظمة الحوض أو من القورة يعني بناخد العظام المتوفرة اللي بصحة كويسة وكبيرة بتتخذ منها أجزاء علشان تتزرع لهم عظم في المنطقة ديت علشان نقدر نحط عليه تركيبة متحركة كاملة أو جزئية دي كانت تقريبا معظم الحالات اللي بيفشل فيها للأسف طقم الأسنان إن لم يسيطر أو على الحالة أو يعاد تأهلها مرة أخرى علشان تستقبل طقم الأسنان والتركيبات المتحركة الجزئية أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة نالت إعجابكم ورضاكم بتمنى منكم إنكم تنشروها ده بيدعم الحلقة وبتعم الفائدة على الآخرين ما تنسوش الإعجاب بالفيديو اشتراككم في القناة أكيد يشرفني بستقبل استشاراتكم واستفساراتكم الطبية في صندوق التعليقات وبرد عليها بالكامل مش أطول عليكم دايما بتمنى لكم دوام الصحة والعافية واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله